نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة مصر والأردن تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين وخلال الندوة أكدت المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم أن مصر حققت نجاحا ملحوظا في ملف الإعاقة بإصدار عدد من التشريعات الخاصة بذلك وأوضح سفير المملكة الأردنية بمصر أن بلاده بدأت في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عقود وأن هناك أنشطة ثقافية بين مصر والأردن تعقد بشكل دوري